السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع كالعادة مثل ما عودتكم أهم الأنباء اللي يدى ولها الإعلام الألماني بالساعات الأخيرة عندنا مواضيع منوعة وعندنا مواضيع مفيدة لسكان ألمانيا أول موضوع اللي حنبدأ بيه هو أخبار مبشرة أمر جميل بخصوص فرص العمل وبخصوص مجال التوظيف والوظائف الجديدة طبعا حسب تقرير رئيس الأقينتوفو أوبايت السيدة ليفشيل اللي أشار بتقريره الشهري عدهم تقرير شهري دائما ينشروا وأنا دائما يعني أطيكم فكرة عن التقرير الشهري أنه بخصوص البطالة وفرص العمل في ألمانيا هناك انخفاض بعدد العاطلين عن العمل وانخفاض بعدد الباحثين عن العمل ووصل الرقم الآن إلى 5.6% والآن الأشخاص اللي ماعدهم عمل في ألمانيا عددهم مليونين واربعمائة ألف شخص ويقول ديتلف شيل أنه في شهر 6 في شهر يوني يعني في شهر حزيران هناك مؤشرات على أن الشركات الشركات في ألمانيا تقوم بتقليص عدد العاملين بالكورتس أربايت يعني العاملين لوقت قصير أو اللي يحصلون على إهجور قليلة وتقليص أيضا العاملين بالتايلت سايت وتقليص العاملين بالميني جوب نحن نعرف أنه بسبب الكورونا فتم تسريح عدد كبير من العاملين وتم تحويل عدد كبير من العاملين بالفولت سايت إلى ميني جوب وتايلت سايت وكورس أربايت قل فهذا الأمر يعني قل بشكل كبير ونسبة الانخفاض بهذه الفئات هو 38 ألف شخص بشهر 6 هذا بالنسبة إلى الشركات ومجالات التوظيف بالنسبة إلى الأوسبلدونج أو التكوين المهني فإن الأمر أكثر توتر حسب كلام رئيس الوكالة الفيدرالية للعمل في مجال الأوسبلدونج هناك نقص كبير به المقاعد الجديدة والمقدمين الجدد والنقص يرجع إلى قلة المقاعد وقلة المخصصات لاستقبال طلاب جدد وقلة الحاجة لهم كيف قلت الحاجة لهم كيف قلت المخصصات بسبب يعني ظروف كورونا والظروف اللي مر بها البلاد بالوقت الحالي طبعا بفيديو سابق ذكرت لكم أنه الشركات الآن خائفة لأنه هناك توقعات بحصول موجة رابعة بالخريف فالشركات لديها توجه هذا مو كلامي هذا كلام نشأت لكم يا فيديو سابق لم تابعني رح يكون يعني على دراية به الشركات لديها توجه لجلب موظفين الآن يأخذون أقل قدر ممكن من الإجور يعني أشخاص مثلا ما عدهم أو سبلدونج ويعني يعطوهم عقود عمل مؤقتة بعقود عمل فولت سايت فاللي صار هو رفعوا أسعار منتجاتهم إذا كانت منتجات ألكترونية طبية أغذية وإلى آخره وانخفضت الجودة لأن الأشخاص العاملين يعني عدد كبير منهم غير خبرة أو ليس لديهم خبرة على سبيل المثال بالمطاعم وبسبب الخوف من الخريف القادم عملوا رفع بالأسعار وهذا كان فيديو نشرة القناة الألمانية العولة عن سبب ارتفاع الأسعار يعني بألمانيا بصورة عامة الآن راح نتكلم بموضوع آخر هام جدا تتداولة وسائل الإعلام الألمانية بأهمية كبيرة وتقريبا هو ترند في كل وسائل الإعلام الألمانية أمراض دائمية تحصل لمرضى كورونا أو تحصل للأشخاص الذين يتم شفاءهم من كورونا طبعا الآلاف بألمانيا يعانوا من مشاكل ما بعد الشفاء من كورونا وهناك معلومات نشرتها شركات التأمين الصحي معلومات خطيرة حول أعراض جانبية طويلة الأمد تسمى طبية Long Covid يعني أعراض مستديمة أو أعراض دائمية ما بعد الكورونا هناك في ألمانيا آلاف الأشخاص الذين قالت شركات التأمين الصحي أنهم سجلوا زيارات عديدة لأطباء ولديهم أعراض دائمية أحد شركات التأمين الصحي واللي هي ثاني أكبر شركة في ألمانيا شركة بارما هذه الشركة قالت أنه بالفترة ما بين نوفمبر 2020 ومارس 2021 يعني من نوفمبر إلى آذار حصلت الشركة وأحصت الشركة 2900 شخص لديهم Long Covid أي متلازمة أعراض كورونا الدائمية الشركة هاي عدها كبيرة الأطباء أو عدها أطباء من ضمنهم كبيرة أطباء شركة التأمين باما تقول أن العدد للأشخاص الذين لديهم Long Covid قد يكون أكبر بكثير من العدد المعلن عنه لماذا؟ لأن الغالبية العظمى من الحالات يتم علاجها على أنها حالات منفردة ولا علاقة لها بCovid أو لا يتم تشخيصها على أنه هي أعراض جانبية اللي ما بعد الشفاء من كورونا فلذلك هناك تفريق كبير بين العراض الجانبية المستديمة وبين عراض جانبية أخرى ولكن من المتوقع أنه تكون Long Covid عددها أكثر من 2900 بكثير وقالت شركة باما أن النساء شركة باما للتأمين الصحي أن النساء يصبن بمتلازمة ما بعد كوفيد بشكل أكبر من الرجال على سبيل المثال النساء اللي أعمرهم فوق الستين يصابون بهذه المتلازمة أكثر بستة أبعاف من الرجال الأشخاص تحت الأربعين عام لما يتم إصابتهم بهذه المتلازمة يعني بعد الشفاء من كورونا تستمر عندهم أعراض وهذه الأعراض تستمر إلى ثلاثة أشهر يعني عند الغالبية ولكن هلالك أناس كثر يفقدون الشم الذوق تحصل لديهم أعراض جانبية أخرى تسمى لونغ كوفيد هذا الأمر الصراحة يعني أنا سامع عنه سامع عنه أنه يحصل حتى عند الشباب بنسب كبيرة جدا جدا يعني دراسات منشورة بشكل كبير في يعني العالم العربي أكثر مما هي في ألمانيا بالوقت الحالي الآن ننتقل إلى موضوع ربما يفرح الكثير من الناس الكارهين للضرائب بشكل كبير الموضوع هو غش وسرقة تهم فاضحة تواجهها مرشحة حزب الخضر لرئاسة ألمانيا أو لمنصب المستشارية أنا لينا بايابوك أصدرت كتابها الجديد في 21 حزيران الكتاب يحمل عنوان كيف نجدد أرضنا أنا شخصيا يعني قلت لكم بوقت سابق أن العلام الألماني بدأ ينشر سلبيات وفضائح وزلات في حزب الخضر وعلى وجه تحديد التركيز بايابوك بسبب قوانين وضرائب وغلاء يعني قد يحصل غلاء كبير في حال وصولهم للحكم يريدون نجعل كل شيء غالي من أجل أنه الناس لا تستهلك الكثير من الموارد الطبيعية والوقود الأحفوري من أجل حماية البيئة هذا الأمر جيد للبيئة ولكن مضور لنا بشكل كبير جدا جدا أنا حيادي مالي دخل الخبيرة الإعلامية التي تسمى إعلاميا صائدة المشاكل اشتيفاني فيبا تطلق تهمة كبيرة جدا بحق بايابوك بخصوص كتابها الجديد وتقول أن الكتاب قد قرأته بتماع جيدا وقرأت المتين واربعين صفحة اللي تكون منها الكتاب ووجدت أنه أولا غير مبني على وعي أكاديمي يعني أنا لنا بايابوك أنت إنسان موعي أكاديميا وثانيا جزء كبير منه مسروق من مدوناتها الخبيرة الإعلامية السيدة فيبا تقول أن أنا لنا بايابوك اقتطفت أجزاء من كتابها يعني اقتطفت أجزاء من مدوناتها للإعلامية الكبيرة يعني مسروق محتوى ووضعتها بكتابها لكي تكون مؤلفة وإلى آخره الإعلامية السيدة فيبا التي تتعامل منذ أشهر مع كل زلة ومؤشرة بحق بايابوك وتقول بالصفحة 174 هناك مغالطات كبيرة وأخطاء علمية وبصفحات أخرى يعني أخطاء ومغالطات بصفحة 174 وبصفحات أخرى هناك بحوث مسروقة منه من السيدة فيبا شتيفاني فيبا ومن شبيقل أونلاين ملخص الكلام أصدقائي أن الإعلام الألماني يعني يركز على مرشحة الخضر ويركز على كل شيء تفعله مثلا كلمة شايسة عفوا اللي قالتها بأحد المؤتمرات الصحفية الإعلام الألماني ركز عليها مع أنه هي شيء بسيط وهي ما كانت تعرف أنه المايكروفون مربوط وموضوع آخر اللي هو تعديل البروفايل على الفيسبوك تم التركيز عليه وتم اتهامها بأنه هي غيرت معلومات وهي زورت وإلى آخره ربما يكون السبب بأنه الإعلامين بألمانيا معاشهم يعني يكون متوسط إلى قليل بمقارنة مع أدوها العديدة أخرى بالعالم فالغلاء رح يضرهم أكثر من غيرهم هذا مجرد تكاهنات أنا لم أقرأ كتاب أنا لينا بايابوك ولكن نقلت لكم ما نقلته تاكس شعور الإخبارية واسعة الانتشارة الآن نجي على موضوع قد يهم ويمس كل من يسكن في ألمانيا سواء كان لاجئ مهاجر أم مواطن في ألمانيا هناك خطة لمنع سكان ألمانيا من تناول اللحوم هذه الخطة جريئة وخطة جديدة وخطة يعني شيطانية رئيس الناتور شوتس بوند يعني رئيس رابطة حماية البيئة في ألمانيا هو بيتوس بايتو يتكلم عن ضربة كبيرة تجعل الناس يتركون تناول اللحوم من أجل الحفاظ على البيئة والتوجه للأكل الصحي والحفاظ على التنوع البيئي والحشرات وإلى آخره طبعا رابطة حماية البيئة تريد تحويل الناس للزراعة المستدامة الصديقة للبيئة والمحافظة على التنوع البيئي مثلا تقليل استخدام المبيدات الحشرية بمقدار النصف نتكلم عن المبيدات التي وافق عليها البرلمان الألباني ولا على المبيدات التي تم استثناءه وإلغاءه يعني هم بختار المبيدات أقل ضرر للبيئة والخطة تريد استخدام نصف هذه المبيدات طبعا وبنفس الوقت المبيدات الحشرية لما يتم تقليل استخدامها راح تتمكن كثير من الحشرات من البقاء على قيد الحياة وتنشر التنوع البيئي تلقح الأشجار والزهور هنا وهناك من أجل انتعاش البيئة والغابات والحقول وإلى آخره والنتيجة أصدقائي مزرعات أقل وعلف حيوانات أقل وبالتالي الحيوانات الأغنام والأبقار وحتى الخنزير في ألمانيا اللي يتم استهلاكه بكثرة راح تصير يعني أقل عددا بالمحلات أكثر ندرة وبالتالي راح يرتفع سعرها ليس هذا فقط هذا هو مجرد مقبلات لهذه الخطة التي تجبر سكان ألمانيا على ترك اللحوم عند تطبيق هذا الأمر سوف لم يتم بيع سوى يعني سوف لم يتم بيع لحوم عليه تخفيضات واللحوم رخيسة والآخره سيتم بيع سوى اللحوم الطازجة المراعى فيها حقوق الحيوان هذا الأمر يؤدي ما هي مراعاة حقوق الحيوان معناها بالحضيرة يكون عدد أقل من الحيوانات غذاء صحي أكثر وهذا كله يكلف المزارعين أمور كبيرة فبالتالي المزارع سوف يرفع السعر ويصبح اللحم غالي جدا هل هذا كل شيء؟ لا الضربة الكبرى تأتي بالأخير الشيء الحاسم الأخير هو رغبة كبيرة عند هذه الجمعية لتطبيقه وللاستقتال من أجل يعني إقراره اللي هو طبعا الحكومة لا ترفض هذا الأمر فرض ضرائب أعلى بكثير من الموجودة بالوقت الحالي على اللحوم هذه الفقرة من المتوقع أن تلاقي ترحيب حكومي خصوصا أن الحكومة موجوعة بالوقت الحالي بسبب يعني كورونا وأضرار المادية على الميزانية وقانون الديون اللي ألغوا من عند الحد الأدنى أو يعني شرط البغيمزة ما للديون فمن المتوقع أن توافق الحكومة على فرض ضرائب جديدة طبعا أصدقائي هذه هي مجمل الخطة رابطة حماية البيئة الناتو شوتسبوند ورئيس هوبيرتو زبايتو يعني يعتقدون أن التحديات كبيرة ولكن هم متفائلين ويعتقدون أنه سوف يتم الكفاح من أجل تطبيق الأمر بأسرع وقت ممكن وهناك بيئة خصبة لتقبل هذه الفكرة من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل الحكومة الألمانية وحتى من قبل المزارعين لأن راح يتم إنصافهم برفع سعر عالي للحوم فبالتالي يعني ما راح يخصنون الخسارة الكبيرة واللي راح يضرر فهو فقط من يعشق المشاوم ومن يعشق الشابسة ومن يعشق الأكل الذي يحتوي على اللحوم بشكل كبير جدا أصدقائي وصنين هذا الفيديو إن شاء الله يارب تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة